الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم سمع الله لمن حمده ما هو معنى هذه الإبارة هذا الذكر المستحاب بعد الركوع في الصلاة بعض الأشياء بعض الكلمات التي نقولها أحياناً تستخدم في غير مواضعها وهذا الاستخدام للكلمات في غير مواضعها أحياناً يقلب المعنى أو ينبئ عن أن المعنى في ذهن الشخص مقلوب مثلاً أنت تقول لعنة الله على فلان شخص يقول إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هذه الكلمة استعمالها في هذا الموضع غير صحيح بصورة عامة في الأدعية كلمة إن شاء الله تعالى كلمة بإذن الله تعالى هذا غلط كلمة إن شاء الله تعالى هذه الكلمة تستعمل فيما إذا تحدث الإنسان عن عمل مستقبلي يأتي به أنا أقول لك أنا غداً سأأتي إلى دارك إن شاء الله تعالى هنا الموضع الصحيح لاستخدام هذه الكلمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وهكذا فيما إذا كنت أترقب حدوث شيء في المستقبل هنا أيضاً يمكن استعمال هذه الكلمة أقول فلان سيأتي من السفر غداً إن شاء الله تعالى هنا صحيح أنا أقول إن شاء الله تعالى أما إذا طلبت شيئاً من شخص هنا لا يصح أن تقول بإذن الله تعالى لا يصح أن تقول إن شاء الله تعالى تقول إئت لي رجعاً إئتني بالماء إن شاء الله تعالى غلط اقضي لي الحاجة الفلانية بإذن الله تعالى خطأ في الطلب من الآخرين الإنسان يستعمل هذه الكلمات هذا خطأ والأفضع من ذلك إذا استعملت هذه الكلمات في الطلب من الله سبحانه وتعالى هذا ليس صحيحاً أنا أقول اللهم عافني إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى لا معنى له في الدعاء بصورة عامة استعمال هذه الكلمات غير صحيح استعمال بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى هذا غير صحيح في هكذا موارد لا يصح أن نقول إن شاء الله تعالى أنت تطلب شيئاً من الله سبحانه وتعالى من هنا نعرف فضاعت كلمة مشهورة حتى صارت مألوفة لكثرة شهرتها كم هذه الكلمة خطأ يقول المرحوم المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى هنا أشبه ما يكون إلى نكته إلى شيء مضحك يقول لك المرحوم هذا إخبار أنت من أين تعلم أنه مرحوم يلزم أن تقول بإذن الله تعالى المرحوم يسمى فعول يسمى فعول إخبار أنت تخبر عن شيء لا تعلم تحقق هذا الشيء فقل إن شاء الله تعالى هناك شيء هناك قاعدة هذه القاعدة يذكرونها في اللغة العربية موجودة في غير اللغة العربية أيضا موجودة وهي الإخبار بمعنى الإنشاء أو عبارة أخرى عن نفس القاعدة الإنشاء بلسان الإخبار هناك جمل هذه الجمل بظاهرها الأولي هي جمل إخبارية تستعمل للإخبار عن شيء ولكن هذه الجمل الإخبارية تستعمل كثيرا في اللغة العربية كثيرا جدا حتى في اللغات الأخرى بمقدار معرفتي بلغات ثانية تستعمل هذه الجمل الإخبارية في الإنشاء يعني أحيانا في الطلب هذا شيء شائع جدا الفعل الماضي إخبار جملة الجملة المبدوة بالفعل الماضي جملة للإخبار للإخبار عن شيء الفعل المضارع إخبار الإسم الفاعل الإسم المفعول هذه كلها إخبار ولكن تستعمل كثيرا بمعنى الطلب بمعنى الإنشاء يسمى إخبار بمعنى الإنشاء أو إنشاء بلسان الإخبار المرحوم شكله إخبار المقصود منه إنشاء المقصود منه طلب المرحوم يعني اللهم مرحمه أنا عندما أقول المرحوم فلان أقصد أنه أنا أؤكد بأن الله عز وجل رحمه من يقول هكذا شيء كل من يقول المرحوم فلان يعني اللهم أرحمه يعني أطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لفلان هذا إنشاء هذا طلب هذا ليس إخبارا أصلا الشكل إخبار واقعها إنشاء واقعها طلب يوجد شخص يقول المرحوم فلان ويقصد بأنه حتما الله قد رحمه لا وإلا لو أجريتم هذه القاعدة أجروا هذه القاعدة في كل الإخبارات تقول رحمه الله أيضاً إخبارية قل رحمه الله بإذن الله تعالى لماذا هناك لا تقول تعلم أنه غلط المرحوم بالضبط يعني رحمه يعني يرحمه مرحوم يعني ماذا مرحوم اسم مفعول يعني وقعت عليه الرحمة أو ستقع عليه الرحمة هذا المرحوم يعني بالضبط بمعنى رحمه الله أو بمعنى يرحمه الله أيضاً قل رحمه الله بإذن الله تعالى مضحك أم لا والمعادلة نفس المعادلة وإلا للزم أن تقول فرعون الملعون بإذن الله تعالى مرحوم اسم مفعول إخبار الملعون أيضاً اسم مفعول إخبار المرحوم والملعون كلاهما صيغة واحدة اسم مفعول مرحوم اسم مفعول ملعون اسم مفعول لماذا تحتم على الله كما لا تحتم المرحوم لا تحتم الملعون قل فرعون الملعون بإذن الله تعالى مضحك أم لا نفس المعادلة كما لا تحتم الرحمة لا تحتم اللعنة أيضاً إن لم يكن هذا اللفظ بمعنى الدعاء أنا عندما أقول الملعون فرعون يعني اللهم ملعن فرعون معنى الملعون هنا معنى الدعاء معنى الطلب أطلب من الله عز وجل أن يلعنه هذا معنى الملعون شكله إخبار واقعه إنشاء واقعه طلب وقس على ذلك كل أفعال الماضي كل موارد فعل المضارع شخص يريد أن يذهب إلى السفر تقول له تذهب بسلامه بإذن الله تعالى شخص يريد أن يذهب إلى الحرب تقول نصرك الله نصر فعل ماضي قل له نصرك الله بإذن الله تعالى نصرك الله يعني الله ينصرك فعل ماضي إخبار لماذا هناك لا تقول شخص مريض تقول له عافاك الله عافاك عافا فعل ماضي من باب المفاعلة لشخص مريض تقول عافاك الله بإذن الله تعالى هناك لماذا لا تقول إن قلت ذلك هل لك يأخذونك أيضا إلى نفس المستشفى للعلاج عافاك الله بإذن الله يعني ماذا عافاك الله دعاء شكله إخبار شكله فعل ماضي ونصرك الله بإذن الله وخذل الله فلانا بإذن الله عندما تريد أن تدعو على شخص تقول خذله الله خذله الله بإذن الله خذله فعل ماضي نموذج آخر يستحب استحبابا مؤكدا بعض الفقهاء أفتوا بالوجوب المشهور شهرة عظيمة أفتوا أفتوا بال استحباب يستحب أن الإنسان إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يصلي عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله محمد كيفية الصلوات ما هي تتمكن أن تقول اللهم صلى اللهم دعاء تتمكن أن تقول صلى الله عليه وآله صلى فعل ماضي فعل ماضي إخبار فقل صلى الله عليه وآله بإذن الله تعالى اللهم دعاء واضح صلى كلمة صلى فعل ماضي هذا إخبار ليس إنشاء هذا ليس طلبا إذا تريد أن تأخذ بالكلمة بظاهرها الأولي صلى فعل ماضي ليس الصلوات أنت يستحب لك أن تصلي على رسول الله وآله عند سماع اسمه إذا قلت ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وآله وقلت صلى الله عليه وآله ما صليت أنت أخبرت عن شيء ماضوي صلى شكله فعل ماضي واقعه إنشاء طلب صلى الله عليه وآله يعني اللهم صلى عليه وآله اللهم صلى على محمد في كل تلك الموارد تقول بإذن الله تعالى كلها إخبارية بنفس الحجة المرحوم إخبار أنت من أين تعلم أنه مرحوم قل بإذن الله أيضا قل صلى الله بإذن الله النقطة الأخرى في هذه الكلمة حقا يعني شيء غريب جدا عجيب المشكلة أين المشكلة أن هذه الكلمة شخص لا يفهم اللغة العربية مو مشكلة بعض الناس هذه الضوابط لا يفهمونها طبعا هذا الشيء ليس خاصا باللغة العربية في لغات ثانية أيضا هذا الشيء يستخدم ولكن شخص لا يفهم دقاق اللغة فيخطأ لا القضية تجاوزت هذا الحاد في الجرائد في المجلات الجرائد والمجلات المفروض أنها عندها لجنة أدبية هذا الشيء من أوليات اللغة هذه لا تحتاج إلى أدب راقي لا في الجرائد والمجلات يكتبون المرحوم بإذن الله المغفور له بإذن الله تعالى يعني حقا غريب ويدعون العروبة ويدعون أنهم يعرفون اللغة العربية في الجرائد والمجلات تكتب هذا الخطأ الفادح في الجرائد والمجلات يكتب والمشكلة طبعا بدأت من أناس آخرين ولكن للأسف الشديد حتى بعض أبناء مذهبنا أيضا تعلموا يعني وقعوا في نفس الخطأ ولكن ليسوا عربا أنت لماذا النقطة الأغرب من ذلك أن كلمة الإذن استعمالها في فعل الشخص غلط خطأ لا مضحك يعني مرة أنا أقول لك أنا أركب في سيارتك بإذنك صحيح هذا صحيح عبارة صحيح أنا أفعل فعلا بإذنك بإذن شخص آخر معقول أما أن تنسب الإذن إلى الشخص نفسه صاحب الفعل هذا غلط يعني تقول اركب في سيارتك بإذنك مضحك أم لا اركب في سيارتك بإذنك يعني ماذا الركوب فعلك بإذنك فعلك يكون بإذنك أنت تأذن لابنك تأذن لصديقك تأذن لشخص آخر أن يفعل فعلا هذا صحيح أما تأذن لنفسك أن تفعل ذلك الفعل هذا صحيح غلط الرحمة من من الرحمة فعله من أليست الرحمة فعل الله عز وجل الرحمة فعل من من الذي يرحم الله عز وجل الرحمة من الله عز وجل المرحوم يعني ماذا المرحوم يعني الذي رحمه الله عز وجل هذا معنى المرحوم الذي رحمه الله عز وجل بإذن الله عز وجل مضحك أم لا يعني الله أذن لنفسه أن يرحم هذا معنا العبارة المرحوم الرحمة ليست فعل غير الله عز وجل حتى تقول بإذن الله أنا أصنع شيئا بإذن الله تعالى ممكن مع قطة نظر عن الإشكال الأول أن هذا دعاء لا أفرضه هذا الشيء ليس دعاء اعتبره جملة خبرية بمعنى الإخبار المرحوم خذه بمعنى الإخبار ولكن الرحمة المرحوم يعني رحمة يعني شخص رحمه الله عز وجل يرحمه الله عز وجل الرحمة فعل الله في فعل الله تقول بإذن الله تعالى إذا قال لك شخص تلميذك قال رحمه الله تعالى بإذن الله تعالى هذا التلميذ راسب وساقط في امتحان اللغة العربية أم لا هذا التلميذ راسب تلميذك في اللغة العربية يقول رحمه الله بإذن الله خلقه الله بإذن الله أعطاه الله بإذن الله رزقه الله بإذن الله خطأ الرحمة فعل الله يعني لو كنت تستعمل هذه الكلمة كلمة بإذن الله في موارد ثانية قد يكون لك عذر أما تستعمل هذه الكلمة في فعل الله سبحانه وتعالى وفي الجرائد والمجلات في الكتب نقول المؤلف لا يعرف الجرائد والمجلات ليس شخصاً هناك مجموعة لجنة المفروض يعني ولكن تنزل إلى هذه المستويات للأسف هذا ينبع عن أنه المستوى داني المستوى الأدب العربي داني جداً أين تلك المجلات والجرائد التي كانت كل كلمة رصينة الآن كلهم يكتبون المرحوم بإذن الله المغفور له بإذن الله تعالى نأتي إلى كلمتنا هذه مقدمة كلمتنا ما هي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يعني ماذا هذه الكلمة التي نقولها عادة بعد الركوء من المستحبات سمع الله لمن حمده يعني ماذا نفس القاعدة جملة شكلها إخبار المقصود منها إنشاء المقصود منها الدعاء سمع الله لمن حمده ليس إخباراً إنما هو إنشاء يعني اللهم اسمع لمن حمدك اللهم اسمع حمد من حمدك هذا المقصود سمعه هنا عادة أصلاً هذه العبارات عادة تستعمل في الدعاء الشكر لله الشكر لله إخبار لا هذا إنشاء أنت تشكر الله عز وجل بهذه العبارة هذه العبارات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى عادة هذه العبارات تكون عبارات إنشائية الشكر لله إخبار لو إنشاء أنا عندما أريد أن أشكر الله عز وجل أنشئ الشكر مني لله سبحانه وتعالى ماذا أقول أقول الحمد لله أقول الشكر لله هذه شكلها كلها إخبارات أنت ما شكرت الله عز وجل أقول أنا أقول شكر لله أنا أقول الحمد لله لا هذه الجملة الإخبارية أنت أخبرت عن أن الحمد لله عز وجل أنت ما حمدت الله هي هذه الجملة حمد لله إخبار الإخبار بمعنى الإنشاء جملة شكلها الحمد لله خبرية أنت مجرد تخبر عن أن الحمد خاص بالله لا أنت تحمد الله بهذه العبارة أنت تشكر الله عز وجل بكلمة الشكر لله مع أن هذه العبارات كل هذه العبارات وأنثالها وأشباهها سمع الله لمن حمده من هذه الجمل سمع الله لمن حمده عندما تقول هذه الكلمة في الصلاة لعل البعض لا يلتفت يتصور أنه يخبر عن شيء لا هذا إنشاء يعني اللهم ما سمع هذا دعاء أقرأ لكم حديثا شريفا أو حديثين شريفين الحديث الشريف الأول صحيحة المفضل قال قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام جعلت في ذاك علمني دعاء جامعا اجعلني أقول شيء يجمع لي مجموعة من البركات فقال عليه الصلاة والسلام احمد الله قلص 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 الحمد لله احمد الله عز وجل اذا حمدت الله عز وجل ما الذي يحصل لي لاحظوا الإلفات اللطيفة الدقيقة فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده إلا دعا لك سمع الله لمن حمد الدعاء أنت إذا قلت الحمد لله حمدت الله عز وجل كل من يقول في صلاته سمع الله لمن حمده يدعو لك لأنك حمدت الله وسمع الله لمن حمد الدعاء لمن يحمد الله عز وجل فكل هؤلاء يدعون لك الفاتحة جدا دقيقة ولطيفة هذه الرواية الشريفة تدل بوضوح على أن سمع الله لمن حمد الدعاء لاحظ العبارة قال عليه الصلاة والسلام احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي عادة الناس الذين يصلون يذكرون هذا الذكر بعد الركوع فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك متى يدعو لك يقول سمع الله لمن حمده أنت كنت ممن حمد الله حديث آخر حديث صحيح أيضا صحيحة ابن أذينه هذه الصحيحة رواية مفصلة ذكرها الكلين في الكافي رواية جدا جميلة ومفصلة صفحات لعله أكثر من عشر صفحات عن تفاصيل في الصلاة من جملة هذا الحديث مقطع صغير من هذا الحديث قصير يعني قصير في كلماته يقول الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في مقطعا من هذا الحديث الشريف لأن النبي صلى الله عليه وآله سمع ضجة الملائكة بالتسبيح والتحميد والتهليل فمن أجل ذلك قال سمع الله لمن حمده النبي سمع تحميد الملائكة قال سمع الله لمن حمد يعني اللهم اسمع حمدهم طبعا اسمع ليس بمعنى أنه اسمع الله هو سميع اسمع يعني اجعلهم مؤثرا أثبهم تقبل هذا الحمد وهذه الكنايات التي يوصل إليها بهذه الحبارات سمع الله لمن حمده دعاء يعني اللهم اسمع لمن حمدك مقطع آخر أو عبارة أخرى في الصلاة بسرعة أمر على هذا المقطع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد هذا الذكر الشريف فيه تفاصيل وتفاصيل بعض العلماء كتب كتبا مستقلة عن هذا الذكر الشريف أبعاد كثيرة في هذا الذكر الشريف نقطة ملاحظة فقط ملاحظة فنية دقيقة فقط ليس حديثنا عن المعنى لهذه العبارة الشريفة عن آثار هذه العبارة الشريفة هذا في وقت آخر وقد ذكر في الكتب العلماء ذكروا إنما هناك نقطة دقيقة هذا الذكر الشريف الصلاة على رسول الله وآل البيت ممكن أن تكون هذه الصلاة بالصيغ مختلف مرة تقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد اللهم صلى على محمد وعلى محمد تقول مثلا صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وعلى محمد تستخدم كلمة صلى تستخدم كلمات ثانية هذه كلها تؤدي نفس المضمون ولكن إذا قلت هذه العبارات هذه العبارات كلها صحية ليست خاطئة إنما الأفضل والأجمل والأروع أن لا تكرر حرف الجر كلمة على لا تكررها بين الإسم الشريف اسم رسول الله وبين الآل يعني لا تقول اللهم 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 لحظوا عندما أقول لا تقول ليس غلطا لا صحيح ولكن الأفضل والأجمل والأروع أن لا تقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد تقول اللهم صلى على محمد وآل محمد بصورة عامة كقاعدة عامة في الناحو يذكرها علماء الناحو أنه إذا عطفت شيئا على مجرور بحرف جر قبل الانتهاء من الجملة يلزم عليك أن تكرر حرف الجر وهذا شيء موجود في القرآن الكريم كثيرا العاطف على المجرور يلزم أن يكون بتكرار حرف الجر أقرأ لكم بعض الآيات القرآنية التي فيها هذه القاعدة آيات عديدة طبعا الله شبحانه وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ما قال ولا المرضى كرر كلمة علاء على حرف جر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لاحظوا كرر كلمة علاء آية قرآنية أخرى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ما قال قل الله ينجيكم منها وكل كرب كرر كلمة من من حرف جر عندما عطفت شيئا على المجرور على ها ها ضمير ضمير مجرور من ها عندما عطفت شيئا على ها كرر حرف الجر آية قرآنية أخرى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها لم حرف الجر ما قال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وأمثلة أخرى عندما تعطف شيئا على مجرور بحرف الجر يلزم أن تكرر حرف الجر إلا في حالات لجهات أدبية لجهات خاصة هذه كقاعدة عامة هذا الذكر الشريف حسب النصوص المتواترة في بعض النصوص يوجد تكرار على لدقائق ولكن بصورة عامة هذا الذكر الشريف مستثنى عندما تصلي لا تكرر كلمة على هذا استثناء هذا تخصيص لهذا الذكر هذا الذكر له خصائص له أمور مختصة بهذا الذكر من جملة خصائص هذا الذكر أنك تعطف الآل على الإسم الشريف من دون تكرار حرف الجر لماذا هذا من دقائقه أنك بهذا المقدار من الفاصل لا ترضى أن يكون بين الآل وبين محمد صلى الله عليه مجمعين أعكد هذا ليس معناه أنك إذا كررت على في العبارة خاطئة طبعا في الصلاة بالذات في التشهد يجب أن تذكر هذا الذكر الشريف هناك لا بعض العلماء قالوا بعض الفقهاء قالوا بأنك إذا كررت حرف الجر على فأنك ما أديت الواجب هناك التزم بهذا الشيء لا تكرر على السيد مهدي بحر العلوم عنده أرجوزة مفصلة لعله أكثر من ألفي بيت من الشعر أرجوزة فقهية هو فقيه طبعا فقيه كبير السيد مهدي بحر العلوم صاحب القضايا المشهورة فقيه كبير من أشهر تلاميث الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليهم قبل ما أتيه عام تقريبا كان عنده لخص الفقه في أبيات شعري هو كان شاعر هو كان أديبا الأرجوزة الفقهية تسمى الدرة النجفية أيضا هذه التسمية لعلها ليست من السيد مهدي بحر العلوم هو ذكر فلخص الأحكام الشرعية هناك بالمناسبة يقول في بيت بما يرتبط به مسألة ذكر الصلوات في الصلوات الواجبة يقول وفي الصلاتي أضف الآلة إلى محمد من غير فصل بعلا اللهم صلى على محمد وعلا لا تفصل بكلمة علا في الصلاة هذا في الصلاة يلزم أن تلتزم عند مجموعة من الفقهاء فتوى عند بعض الفقهاء احتياط إما وجوبي أو احتياط استحبابي أن لا تفصل بكلمة علا تلتزم بنفس الصيغة الواردة في الرواية الشريفة حديثنا انتهى نقطة أخيرة وأذكر هذه النقطة ضمن حديث شريف في شيء مرتبط بالصلاة قبل الصلاة الصلوات الواجبة حديثنا كان عن الصلاة وهو الأذان أذكر لكم حديثا شريفا وأنهي بهذا الحديث الشريف كلامنا هذا الحديث الشريف صحيحة منصور ابن حازم قال قال الإمام أبو عبد الله صادق عليه الصلاة والسلام لما هبط جبرائيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وعاله كان رأسه رأس النبي صلى الله عليه وعاله كان رأسه في حجر علي صلوات الله عليه فأذن جبرائيل وأقام الأذان والإقامة ممن من أين الله عز وجل أنزلهما على رسول الله صلى الله عليه وعاله بواسطة جبرائيل جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وعاله أذن وأقام فأذن جبرايل وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال أدعو بلالا فعلمه فدعا علي عليه الصلاة والسلام بلالا فعلمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به إلهي إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها فلا تآخذني وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد معجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة